في 2011 أطلق بانك لبنان والمهجر رسالته لدعم الانجي اوز المنظمات غير الحكومية من خلال حملة بلون بيروت ماراتون كن هذه جمعية لتوعية الشباب على السلام المرورية بتشرين الأول 2012 بيصير عمرها 6 سنين اسمايل بتاعني سيف مني انسنت لايفز افري داي فكرتا انو ننشر التطوع بكل ارجاء الوطن ونعلم الطلاب او الشباب يلي اعمارن بين 14 و 24 وهدفنا ننشر التطوع بكل انحاء لبنان اسسنا صندوق بريفورت متل ما الكل بيعرف باخر الالفان وثلاثة عخطا عداء ركض اول ماراتون بيروت ولم تبرعات من الاصحاب والعيلة وتبرع فيها لمركز قلب الاطفال بمستشفى الجامعة الامريكانية المشاركة بلشت من عنا 1060 من موظفينا ببنك لبنان والمهجر 1400 من زبينا اكتر من 2400 مشارك عن طريقنا نزلوا على الشارع ركضوا لأكتر من 42 قضية انسانية وكل واحد اختار قضية للمساهمة بتحقيق اهدافها مش مهم يركضوا لكون هاتي المهم الهدف يكون السلام المرورية الماراتون هو وسيلة رياضية بس كمان وسيلة تسقفية نحنا كل سنة بنكون محمسين نشتري اكيد من سنة لسنة الاعداد فريقنا بيكبروا كل طفل كل تلميذ كل شخص عم بيركد عم بيجرب هو على طريقته يلمن اصحابه على كل كيلومتر بيركدوا شوية تبرعات اللي بيخصصهم لهالاطفال الطرقات ما كانت سيعتهم ركضوا ليوصلوا هالقضايا لخط النهاي نهاية كل وجع نحنا من وراء الماراتون سنت الماضي قدرنا نوسع نشاطاتنا قدرنا نعمل ترينيج اكتر قدرنا نفوت على مؤسسات وعلى بيوت اكتر نساعد عالم اكتر وننشر فكرة التطوع باكتر من منطقة بلبنان هايديك السنة دنا نعمل عشر عمليات قلب مفتوح بفضل هالمساعدات اللي اجت خلال بلوم بيروت ماراثون مساهمة كل شخص كل عداء كل تلميذ كل شركة كل موظف كل شخص بيحب يركض بلوم بيروت ماراثون كتير كتير مهمة للجمعيات الخيرية اللي عم بتشارك بها الحدث المهمة كتير لانه واحد على واحد على واحد هاي عملية جراحية هايدي فرق بمجتمعنا هايدي حياة عم ننقذها بالالفين وتناعش بانك لبنان والمهجر مستمر بدعم البرنامج الخيري لبلوم بيروت ماراثون انا بطلب من كل اللي بيهمهم السلامة المرورية انه ان السنة يشتركوا من خلال جمعيتنا تنركض سوا لسلامة الطرقات ولسلامة حياتنا وشبابنا بطلب من الكل انه كل حدا منا بينزل بهالنهار او بيتسجل ضروري يتسجل على اسم جمعية لانه عم بيساعد عم بيساهم بان هالجمعية تتقدم تتقدم وتحقق اهدافة وتنجح اكتر وسوا وبإذن الله منركضها كلها ونحن اليوم مندعيك تركضها كلها لقضية انسانية انت بتدعمها قضية بتوصلك لراحة البال